بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه مولاه يخلد المغرب من كل سنة ذكرى معركة الشراء التي شارك فيها الجيش المغربي وقاد معركته ببسالة والتي جسدت أرواح صور الملاحم والبطولات التي خادت غمرها طلائع جيش التحريب الجنوب المغربي في مواجهة الاحتلال الأجنبي اعتبر معركة تشير حلقة ذهبية ترسع سلسة الأمجاد والملاحم البطولية دفاعا عن الوحدة الترابية التي تحققت بفضل النضال المستميث للعرش والشعب والذي تكلل بالمسيرة الخضراء المدفرة وإنهاء الوجود الأجنبي بالأقاليم الجنوبية لقد واصل الشعب المغربي في طريعة أبناء المناطق الجنوبية المسترجعة مسيرة النضال البطولي من أجل استكمال استقلال وطني وتحقيق الوحدة الترابية المقدسة مجسدين مواقفهم الراصخة وتمسكهم بمغربيتهم إماما ببيعة الردوان التي تربطهم بملوك الدولة العلوية الشريفة رافدين كل المناورات والمؤامرات التي تحاك رد وحدة المغرب الترابية وقد جسدت معرفة التشيرة بحق معلم باريس في تاريخ الكفاح الوطني الحق فيها جهة التحليل هزيمة النقراء بقوات الاحتلال الأجنبي في الفترة الممتدة بين 56-900-1000 و 60-900-1000 دلت ربعه الصحراء المغربية شهد على دراوتها كمعارك الرغيوة ومسير ومعشار وكذلك في المواد وغيرها لقد قدم المغرب جسيمة تضحيات في مناهضة الوجود الأجنبي الذي جسم بثقره على التراب الوطني قرابة نصف قرن وقسم البلاد إلى مناطق نفوذ موزعة بين الحماية الفرنسية بوسط المغرب والحماية الإسبانية بالشمال والجنوب فيما خدعت منطقة تنجر لنظام دولي وهذا جعل مهمة تحرير التراب الوطني صعبة وعسيرة بدل العرش والشاب في سبيلها تضحيات جسام في غمرة كفاح المتواصل طويل الأمد ومتعدل الأشكال والصياغ لتحقيق الحرية والخلاص من قبلة السعمارين الفرنسي والإسباني المتحالفين لدى وحدة الكيان المغربي إلى أن تحقق الاستقلال الوطني في السادس عشر من نومبر الف وتسعمائة وخمسة وخمسون وقد سجلت معركة التشيرة بمداد الفقر والاعتزاز مدى بطولة أبنائه في الدفاع عن وحدة الوطن والدول عن مقدساته الدينية والوطنية ومقاوماته الحضارية والتاريخية ومدى التمسك بمغربيتهم وتقافتهم وكفاحهم من أجل صيانة الوحدة الترابية وتثبيت مغربية الأقاليم الجنوبية للمملكة في ظل السيادة الوطنية بفضل العزم الأكيد والإرادة القوية والإيمان الراسخ والالتحام بين العرش والشعب من الشمال إلى الجنوب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته